وأنذرهم يوماً حسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صفيقاً نبياً إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني منياً قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقياً فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبياً ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علياً وأذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نبياً وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجياً ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً وأذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ردره مرضياً والقر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً ورفعناه مكاناً علياً أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من نادينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وتتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً إلا من تاب وآمن وعمل صالقاً فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً جنات عدن للتي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مدياً لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاماً ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسياً رب السماء فأخرج لهم عجلاً جسداً له أخوار فقالوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضرراً ولا نفعاً ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن رنبكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرغت بين بني إسرائيل ولم تركوا بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولتني نفسي قال قال فالهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إليك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن من أسباء إِنَّمَا إِلَهُ كُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَلِكَ نَقُفُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقُوا وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا من أعرض عنه فإنه يحيل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونعشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا بلدهم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إن يقول أمثلهم طريقة إن لبذتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفاء لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء يومئذ يتبعون الداعي لا عوج لها وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساء يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من ألن له الرحمن ورضي له القولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجول الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا ترجمة نانسي قنقر